اهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرة ضيف المساء والتي نناقش فيها اليوم موضوع رهانات الدخول السياسي الجديد في المغرب كيف يستعد الفاعلون السياسيون لهذا الموعد وما الخصوصيات التي تميز هذا الدخول السياسي الجديد وكيف سيكون التعاطي مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة ثم هل من الممكن أن نشهد تغيرا على مستوى خطاب الفاعلين السياسيين أسئلة من ضمن أخرى نطرحها على ضيفنا في هذا المساء ياسين لملس الباحث في المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أستاذ ياسين مساء الخير وأهلا بك شكرا على الاستضافة سؤالي الأول في أي سياق يمكن أن نضع الدخول السياسي لهذا العام في المغرب تحية لك ولمتتبعي ومتتبعات قناة أمفانت كات بداية أظن أن الدخول السياسي المغربي هذه السنة يرتبط بمحددين أساسيين المحدد الأول يعتبر داخلي والمحدد الثاني ذو بعد دولي فيما يخص البعد الداخلي يعتبر مرتكز للسياسات العامة التي أرصى دعائمها جلالة الملك عبر من خلال بناء الدولة الاجتماعية فيما يخص البعد دو الطابع الدولي المحدد دو الطابع الدولي يرتبط بقضية السحراء المغربية الكل كيعرف على أن الافتتاح الدورة الخريفية ستفتتح بخطاب ملكي سامي وسيكون بمتابة خارطة الطريق للحكومة المغربية هذا من جهة أخرى في ظل وجود بعض التحولات الوطنية والدولية الكل كيعرف الجائحة دي الكورونا الكل كيعرف المشهد الدولي كيتاسم بواحد النوع من الضبابية وبالتالي اليوم نرى أن الفاعلين السياسيين والأحزاب السياسية هي مطالبة بتطوير المقاربات التي تنهجها هي مطالبة بمواكبة هذه التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة سواء ما تعلق الأمر بالشق الداخلي أو ما تعلق بالشق الخارجي وما التحديات التي تطرحها الدخول السياسي على الفاعل السياسي غير هذه التحديات التي ذكت قبل قليل؟ طبعا هناك تحديات أخرى تحديات لما نتكلم عن الفاعلين السياسيين كنتكلموا على الأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة وبالتالي أن المواطنين والمواطنات دائما تعطاتهم وعود كبيرة جدا أثناء الحملات الانتخابية وشيء الذي يجعلهم يواقبوا هذا الفعل العمومي بصفة عامة اليوم لم يعد مسموح بنخاب سياسية لا تتمتع بالكفاءة لا تتمتع بالتواصل مسألة التواصل دي الفاعل العموميين بغي أن تكون بشكل دائم لأن عدم التواصل بشكل كافي يخلي واحد الهوى ما بين الفاعل السياسي سواء كان في الحكومة أو سواء كان في المعارضة هذا من جهة من جهة ثانية في ظل هذه المؤثرات في ظل هذه المتغيرات الجديدة قللاحظوا بأن الفاعلين السياسيين يجب أن يبحثون على الحلول التي يعيشها المواطن اليوم المواطن المغربي يعرفوا هذه المجموعة من الأشياء التي كانت سلبية التي تمس القدرة الشرائية للمواطن وجلالة الملك في الخطب دياله كان واضح على أساس أن الحكومة ينبغي أن تعمل من أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطن المغربي إذن هذا الدخول السياسي هو دخول متميز لماذا؟ لأن الحكومة يمكن سنة تقريبا على التنصيب الحكومي وبالتالي هذه السنة ينبغي أن تكون سنة إنجازات وسنة ننتقل منها إلى سرعة أخرى من اللي كانت عليها في السنة الأولى إلى جانب رهانات البرامج التي يجب على الأحزاب السياسية أن تنتهجها هناك من يقول أن الأحزاب تعيش أيضا أزمة خطاب ما رأيك في ذلك؟ صحيح كانت بعض الأحزاب تعيش هذه الأزمة للخطاب السياسي طبعا ليست كل أحزاب هناك أحزاب تحترم المواعيد الانتخابية لمؤتمرتها هناك أحزاب لديها من القدرة ومن الكفاءة في المحطات الانتخابية التي تكون عندها هناك أحزاب التي تحترم القواعدها اليوم مطلوب مننا على أساس فهذه المتغيرات الجديدة سواء الداخلية أو الخارجية مطلوب مننا اليوم أننا نبحث على كفاءات نبحث على مناضلين هناك خطب ملكية تدعو إلى تجديد النخب إلى تجديد الخطاب السياسي لا يبقى مسموح اليوم في المغرب نهائيا بخطاب سياسي لم يعد مقبولا اليوم اليوم ينبغي على الأحزاب السياسية أن تطور خطابها من أجل أن تنخارط في الدينامية الملكية للمملكة المغربية بماذا يجب أن يتميز هذا الخطاب أساسا؟ طبعا هذا الخطاب ينبغي أن يتميز بالواقعية ينبغي أن يتميز بلغة الأرقام ينبغي أن تكون الوعود التي قطعت على نفسها هذه الأحزاب أن تلتزم بها لما نتكلم على التناوب على السلطة فكتبقى دائما للمواطنين معاقبة هذا الحزب أو ذاك وبالتالي سيكون الضغط على جميع الأحزاب اليوم اليوم جميع الأحزاب عليها ضغوط كبيرة جدا خصوصا في ظل هذه المتغيرات هذه المتغيرات التي عندها واحد طابع اقتصادي واجتماعي وبالتالي نحن مقبلون على أوراش كبيرة جدا هناك النموذج التنموي الجديد هناك الحماية الاجتماعية الدولة الاجتماعية العديد من الأوراش لم يعد مسموح نهائيا بتبني خطابات لا تواكب هذا الأوراش الكبرى كما قلت قبل قليل فهذا الدخول يتزامن مع مرور سنة على تنصيب الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش برأيك أسألك من مطلوب اليوم من الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة أحزاب الأغلبية بالنسبة للأحزاب المشكلة للحكومة ينبغي أن تنفذ الوعود التي قطعت على نفسها صحيح أننا في مدة سنة لا يمكن أن نقوم بعملية تقييم للأداء الحكومي بشكل عام لكن هناك إيجابيات أتت بالحكومة لكن هناك بعض الإكرهات التي ينبغي تجاوزها وينبغي أن تنتقل بالسرعة إلى السرعة القصوى اليوم كما قلنا أن العالم يعرف متغيرات كبيرة جدا وهناك ارتفاع الأسعار هناك مشكلة الطاقة هناك الجفاف هناك أزمة كورونا وبالتالي جميع الوعود التي قطعتها الأحزاب على نفسها ينبغي أن تلتزم بها لكي يبقى منسوب التقى لدى المواطن الذي صوت عليها يبقى منسوب التقى مرتفع ورش الحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والعمل بالمثاق الجديد للإستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار وكذا إصلاح مدونة الأسرة ملفات الكل يجمع على أنها تعتبر اليوم العنوين الكبرى للدخول السياسي كيف ستتعامل الحكومة برأيك مع هذه الملفات الثقيلة حقيقة؟ ولا شك أن هذا يتعلق بجانب التشريع لأن هناك مشاريع قوانين مرت من المجلس الوزاري وتنتظر من البرلمان التصويت عليها وبالتالي الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة وبالتالي أن هذه القوانين ينبغي تسريعها لأن مسألة التشريع ترتبط بتنزيل السياسات العمومية وبالتالي أن هذه القوانين جزء كبير منها يرتبط بالدينامية التي تنهجها الدولة الأكيد أن لكل حزب أستاذ ياسرين رهنات مختلفة حسب تم وقوعه داخل الخريطة الحزبية وهنا أسألك عن الرهنات المطروحة أمام أحزاب المعارضة هذه المرة في هذا الدخول السياسي الجديد بالنسبة للفاعل السياسي الموجود في المعارضة لا يختلف تماما على الفاعل الموجود في الأغلبية اليوم الدستور المغربي يعطي مساحة واسعة للمعارضة فينبغي استثمار هذه المساحة الكبيرة وينبغي أن يشكلوا ضغط على الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية من خلال الأسئلة الكتابية لما لا يتكون لجانستطلاعية إذا اقتدى الأمر هذا النسق هو الذي يبين الجو الديمقراطي الذي تتمتع به المملكة والذي يتيح لنا تقوية الجبهة الداخلية أنا أظن أن المملكة المغربية هي قوية بحكومتها ومعارضتها لأنه لا يمكن أن نتصور أن ممارسة ديمقراطية بدون معارضة هناك أيضا ملف آخر دهامية كبيرة وهو الملف المرتبط بالوحدة الترابية للمغرب كيف يمكن لهذه الأحزاب سواء أغلبية أو معارضة أن تدافع على هذا الملف ملف الوحدة الترابية للمغرب؟ وبداية لا بد من التنويه يعني بالعمل الجبار الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك هذا أول شيء ثاني شيء بالنسبة للأحزاب المعارضة والأغلبية هذا يدخل في إطار تقوية الجبهة الداخلية التي مفتئة جلالة الملك يوصي بها اليوم نرى أن هذه القضية لا تقبل المزايدات عند أي مغربي مسألة القضية الوحدة الترابية هي مسألة محسومة فيها هي مسألة مقدسة عند كل مغربي وبالتالي أنا أرى أن الدولة كسبت الرهان عند استحقاقات الثامن من شوتنبير الكل رأى أن نسبة المشاركة في الأقاليم الصحراوية كانت أكثر من 60% بل وصلت 70% هذا كله يعطي موقع سبق للمملكة المغربية في المفاوضات واليوم نرى كيف أن الدول الكبرى والدول العظمى تقوم بشركات استراتيجية مع المغرب اليوم نرى هذه التحولات في التحالفات ونرى كيف أن المغرب أصبح قوة إقليمية في المنطقة وأصبح يلعب دور كبير جدا وبالتالي هذا يقوي الطرح المغربي في المفاوضات ويقوي آخر موقف من كينيا في الموضوع الوحدة الترابية نحن نرى كيف أن كثير من الدول اليوم تفتح سفاراتها وقنصليتها بالعيون وبالداخلها نرى الأوراش الكبرى في الصحراء المغربية في إطار الجهوية فهذه الأشياء المجتمعة أظن بالإضافة إلى تقوية الجبهة الداخلية كما قلت تقوية الجبهة الداخلية ما بين المعارضة وما بين الأغلبية في الدفاع على الوحدة الترابية هذا أمر لا يقبل المزايدة نهائيا اليوم الدبلوماسيا المغربية تحقق مكاسب كبيرة جدا كما قلت بقيادة جلالة الملك وبقيادة الشرفاء هذا البلد والحمد لله أنا أظن أن كل يوم نسمع أن هناك دولة فتحت سفارتها أو قنصليتها فهذا الحمد لله يبشر بالخير وهذا يعطي دفعة قوية للدبلوماسيا المغربية هناك وش آخر أيضا مهم المتعلق بالنموذج التنموي الجديد وهنا أسألك كيف لأحزاب المعارضة والأغلبية أن تفاعل هذا النموذج على أرض الواقع أن تساهم في تفعيله هو لا بد من التذكير أن الخطب الملكية كانت واضحة في هذا الإطار بمعنى أن الأوراش الكبرى هي مضبوطة بحي الزمني معين لا فيما يخص النموذج التنموي الجديد ولا فيما يخص الحماية الاجتماعية وبالتالي أصبح من غير المقبول من الحكومة أو من المعارضة أنها لا تمشي في هذه الدينامية أظن أن هذه الأوراش كبيرة جدا هي مرتبطة بزمن معين وبالتالي ينبغي أن نقسب الرهان كما قلت في واقع مليء بالتحديات سواء كانت داخلية أم خارجية وأيضا من بين الأوراش التي لا تحتاج إلى التأجيل حسب الأحزاب السياسية في البرلمان هو المتعلق بالمثاق الجديد للاستثمار أيضا صحيح اليوم هو معروض سيعرض أمام البرلمان وبالتالي أصبح غير مقبول أننا نرى مثلا مزايدات من هذا الطرف أو ذاك هذه مصلحة وطنية بفضل من الله خرجنا ثم بمجهودات جلالة الملك خرجنا من أزمة كوفيد خرجنا من متعافين ولله الحمد الكل رأى كيف دبرت الدولة المغربية هذا الموضوع موضوع كوفيد وبالتالي هذه الأوراش الكبرى ينبغي أن ننجحها كل من موقعه سواء كان في معارضة أو كان في الأغلبية أو كان في المجتمع المدني أنا أرى أن ينبغي كذلك الانفتاح على المجتمع المدني للدستور المغربي اليوم بأي صيغة؟ من خلال التواصل لأن اليوم نرى أن الدستور المغربي أعطى مساحة كبيرة للمجتمع المدني وبالتالي خصوصا في إطار السياسات العمومية الترابية لأن الفاعل الجمعوي اليوم أصبح انتقل من مجرد فاعل عادي إلى أنه ينتج وينفذ بل يقوم بعمل تقييم العمل العمومي فبالتالي العمومية الترابية وبالتالي ينبغي أن يكون هناك عمل متكامل وهذا كله يصب في المصلحة في القضية الأولى ألا وهي الصحراء المغربية نعم الأستاذ يسين لملس الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وعلى حضورك معنا اليوم شكرا لكم والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة